اشتركوا في القناة وفر الصحة والسعادة ولأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الأشقاء بمزيد من النماء والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة وأشهد سموه في هذه المناسبة الوطنية بما يجمع مملكة البحرين الشقيقة الإمارات من علاقات تاريخية وثيقة على كافة الأصعدة والتي تشهد تطورا مستمرا يعزز من أوجه التعاون المشترك بمختلف مجالاته بين البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا سموه مواصلة البناء على ما تحقق من مستويات رسخة والدفع بها نحو آفاق أرحب تعود بالنفع والخير على الجميع كما بعث صاحب السموه الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقياتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي وإلى أخيه صاحب السموه الشيخ محمد بن زايد أهلا نهيان ولي عهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أعرب أسموه فيهما عن أطيب تهانيه وتمنياته لسموهما بهذه المناسبة الوطنية ترجمة نانسي قنقر